الدكتور الإمام الشافعي جاء إلى مصر وكانت مصر وقتها معظمها إما بالمذهب الحنفي أو بالمذهب المالكي هم المذهبان السائدان في هذه الفترة لماذا تحول المصريون خلال الأربع سنوات فقط تقريباً لقضاء الإمام الشافعي في مصر إلى الشافعية بل وأصبح للاقب بصاحب مصر نمر واحد هو رحل من بغداد إلى مصر طلباً لعلم الليث بن سعد في صورة تلامذته إرليس بن سعد مية 174 والشافعي دخل هنا 96 يعني بعد 22 سنة من وفاة الليث بن سعد لكن هو مش جاي علشان الليث نفسه هو جاي علشان علم الليث اللي هو موجود في أصحابه فلما نزل إلى مصر والتقى بأصحابه تقريباً كثير منهم رأى أن فكرة الشافعية أولى من فكرة الليث بن سعد وأن الليث بن سعد على جلالة قدره وعلى ما كان يجله الشافعي الشافعي جاء من هناك لهذا علشانه علشان العلم بتاعه إلا أن الشافعي أكثر وضوحاً في الاستدلال من الليث بن سعد علشان كده بقى مذهب الإمام الشافعي ولما يبقى مذهب الإمام الليث بن سعد هو نفس الشافعي قال كده بس في مقارنة الليث بن سعد وكانت له مع مالك مراسلات قال هذا الكلام كان الليث أعلم من مالك مش مالك أعلم من الليث كان ده كلام الشافعي كان الليث أعلم من مالك إلا أن أصحابه ضيعوا مالك وجد تلمزة ينقلوا عنه يشرحوا كلامه يدللوا عليه ينقشوا حواليه لكن الليث كانت المدرسة بتاعته أو التلمزة بتاعته كسالة فضيعوا كل هذا العلم الذي حرك الشافعي من بغداد إلى مصر ترجمة نانسي قنقر